هل المريض له علامات محددة لما تظهر عليه لازم يلجأ للمشهورة الطبية ولا في مرحلة انتقالية هو ممكن ينتظر فيها بالزبط حضرتك هو من خبروت يقولك ايه يعني ده دور حياعات دي ما ياخدش حاجة نمرة اتنين يسحى تاني يوم تعبان يبتدي ياخد الحاجة اللي هو متعود عليها ايوه هو اصلا الشيء الفلاني بيرايحني انا عارف ان الدواء ده بيرايح فبياخدوا دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة بقى يزيد شوية يسأل بقى ايه في المحيط اللي حواليه نمرة اربعة يعمل ايه يروح للصيدالي لما يزيد شوية نمرة خمسة الدكتور يروح للدكتور طبعا ده صح ده حضرتك فسرت يمكن سبب الانتشار دلوقتي او الدور الى حد ما الى حد ما في بعض الاحيان الكلام ده مضبوط بس نسبة ضئيلة جدا ضئيلة جدا اللي بتزبط معاهم اه لان احنا للوقتي حتى احنا كالحكومة المصرية ردتك عدم كتابة ادوية الا بمناظرة المريض ايوان يعني انا يفرق ان انا اشوف المريض لانه انا ممكن جدا الموضوع بيبتدي مثلا انا النهاردة سعيد الصبح زوري بيوجعني جيت على اخر اليوم محسيتش بحاجة مقاومتي انا مقاومتي انا كسبت المايكروب لا جيت اخر اليوم حرارة وكحة يبقى المايكروب اللي كسب مين يقدر يحدد هزا الكلام الطبيب من الافضل علشان ما يتفقمش طيب وبعدين انا برضو حيبقى مصدر عدوى طيب هل انا مصدر عدوى لا هيبتدي الطبيب برضو يحطني على لان مش كل يعني العلاج ادوية ايه ومش كل احنا بنقول ايه الجسم السليم الصحة السليمة في الجسم السليم لان في حاجات تانية يعني مثلا عوامل تانية متدخلة غير الادوية اه اللي هو الجو اللي حولي عدد ساعات النوم احنا بنقول الوقاية الوقاية دي تبتدي من ايه احنا دايما بنحب ان دايما نبقى عندنا وقاية خيره من العلاج يعني انا احنا ابد عن اولا عدم مخلطة المرضى احنا عندنا كتير قوي اماكن المزدحمة في الموصلات وفي الفصول وفي الشغل وفي كل حتة بعدين العادات السيئة اللي هي التدخين واحنا يعني لأسف مش قوي بينراعينا بعض في موضوع ده بعدين التلوث اللي موجود كل دي عوامل تتحكم اكتر حاجة بقا بتقدر هنا ان احنا ايه المريض ان هو بيبقى موجود مع الناس بقا واليومين دول بالذات الاطفال في المدارس يعني الناس هتحس بالكلام اللي اقوله ده هم اكتر ناس الى حد ما اكتر ناس بيعيو اكتر ناس بينقلوا المرض لأفراد الاسرة البيت وفيه فرد في الاسرة موجود بيعدي وذلك احنا بنقول اول حاجة طبعا بعد انما قلنا مثلا الرياضة والنوم كويس والتغذية السليمة وعدم استعمال آلات الغير ولا اخره ولازم يكون نبعد عن مثلا التدخين ولا اخره نرجع بقى ان العزل اول علاج نومر ون في اي مرض في الدنيا ايه رست الراحة اول حاجة اول يعني اول حاجة بقولها للمريض خاصة في الجهاز التنفسي العالي والسفلي بنقوله ايه الراحة هل المريض بيرتاح لأ طب بنقوله ايه بد عن الدخان والغبارة والتراب ولا اخره هل هو بيعمل كده تنام عدد ساعات كذا 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 طيب نيجي بقى بعد كده للمرحلة التانية دخل هو مش هنقول مضعفات مضعفات دي خليها في الاخر دخل في مرحلة المرضية هل هو استشار فعلا نزيم حرك تفاضلات الطبيب طبيب لكن الاسراف في الادوية زي بالظبط عدم استعمالها يعني الاسراف برضو في استعمال الادوية ليه بقى انا النهاردة عندي مريض لو انا اديت له الادوية و اديت له كل العلاج مية في المية هو هيتعود على ذلك يعني جسمه خلاص انا لغيت المقاومة الطبيعية بتاعة نسموه انا مش هقول انا حديله حاجة نقصة لكن انا حديله ادوية بس في نفس الوقت اساعده برضو ان مقاومته تشتغل معايا يعني اذا كان دي 70% بقى دي 30% والمرة الجاي هتبقى مقاومته 50% بعد كده حيبقى عنده مقاومة تماما بحيث ان هو يبقى مش كل مرة مضطر ان انا اديله كم هذا الادوية طيب حضرتك بمناسبة الادوية لما المريض نقول ان هو هيعمله المرضى هيعمله اللي عليهم واول ما يستشعروا وجود اعراض ولو طفيفة يلجأوا الى الاختيار رقم واحد وهو المشهورة الطبية ما يبقاش نمرة خمسة زي ما احنا شرحنا